السلام عليكم يا شباب في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن أهم عشر أفكار ممكن يجيلك منها في اختبار نفس نبدأ بقول فكرة شباب لما يسألك على المقطع السيني لأي معادلة ناخد بالنا كده زي السؤال اللي قدامنا بيقولك المقطع السيني للمعادلة 5 سين زي 3 صاد بيسوي 15 يا شباب أول ما يسألك على المقطع السيني مباشرة ضع صاد بيسوي 0 يعني يحزف الصاد وبالتالي يحزف المقدار اللي فيه صاد دابل كامل فتصبح عندك مسألتنا الجميلة 5 سين تسوي 15 انت عايز قيمة سين بقى يبقى هنقسم هنا على 5 وهنا على 5 دول مع السلامة خلاص يبقى سين بيسوي 15 تقسيم 5 يسوي 3 وبالتالي الجواب الصح هنا والجواب ألف كمان شباب فكرة حل المعادلات وخاصة معادلات القيمة المطلقة زي السؤال اللي بعده ده بيقولك حل المعادلة القيمة المطلقة اللي سين نقص 3 بيسوي سالب 1 هو سين بيسوي كم هنا شباب المعادلة دي فيها مشكلة كبيرة ان ازاي تكون معادلة قيمة مطلقة وتطلع بعدد سالب ده شيء محرم في الرياضيات ماينفعش تبقى معادلة قيمة مطلقة والنتج بتاعها بيكون سالب وبالتالي هنا مجموعة الحل اللي المعادلة دي يا شباب بتكون فاي يعني ليس لها حل حقيقي عندنا وبالتالي الجواب الصح هنا هو الجواب دالي كمان يا شباب من الأفكار الأساسية اللي بنسبة كبيرة جدا هتجيلك في اختبار نافس سؤال حل المعادلات والمتتابعات الحسابية زي الفكرتين اللي قدامنا دول بيقولك اوجة حل المعادلة 3 واو زائد 6 بيسوي 5 واو دي يا شباب معادلة احنا درسناها في صفتاني متوسط اسمها المعادلة التي تحوي متغيرا في طرفيها عندك هنا 3 واو وهنا 5 واو فبنعمل ايه ابطال بنشوف نحاول نخلص من المجهول الأصغر عندك هنا 3 واو وهنا 5 واو الصغير اللي فيهم يا شباب 3 واو تخلص منه ازاي تحط سالب 3 واو هنا وسالب 3 واو هنا يبقى دي معادلين معادلتنا اهي 3 واو زائد 6 بيسوي 5 واو هنحط هنا سالب 3 واو وهنا سالب 3 واو دول هيوحشونا خلاص مع السلامة يصبع عندك هنا الستة الوحدة يا شباب بتساوي 5 واو نقص 3 واو يعني 2 واو طب مات يلا نقسم على الاتنين هنا وهنا عشان نجيبكم يتغاو يبقى اصبحت عندنا واو بيساوي 6 تقسيم 2 يعني 3 وبالتالي الجواب الصح هنا والجواب بقى الفكرة اللي بعدها شباب واحدة من اهم الافكار ايضا المتتابعات الحسابية بصفة عامة الراجل هنا بيقولك اوجد الحد الثامن في المتتابعة الحسابية سالب 4 سالب 1 2 5 اولا شباب بما انه قال انها متتابعة حسابية يعني هي بتزيد بنفس الزيادة فبص معايا كده السالب 4 بقت سالب 1 يعني زادت 3 السالب 1 بقت 2 ايضا زادت 3 الاتنين بقت 5 ايضا زادت 3 وبالتالي احنا كل شوية هنزود 3 على الحد التالي وبعد كده خلاص احنا وصلنا للخمسة زود عليها 3 تبقى 8 زود عليها 3 تبقى 11 زود عليها 3 تبقى 14 زود عليها 3 تبقى 17 هو عايز الحد التامن كده 1 2 3 4 5 6 7 8 وصلنا للحد المطلوب يبقى الجواب الصح هنا والجواب داني الفكرة اللي بعدها شباب بيقولك اذا كانت دالة سين بيساوي 3 سين زادت 7 اوجة قيمة دالة 4 ناقص 6 هنا شباب كلمة اوجة قيمة دالة 4 دي يعني عاوزك تعوض مكان السين ب4 وبعد ما تخلص يا سيدي وتعوض لي مكان السين ب4 اطرح 6 من الناتج اللي انت هتطلعه يبقى شباب كل اللي سيادتك هتعمله هتشيل السين وتحط مكانها 4 يلا نعاوز ب4 هنا شباب فتصبح مسألتنا 3 دار 4 زائد 7 طلع النتج ده الاول كده 3 دار 4 يساوي 12 12 زائد 7 يساوي 19 خلي بالك اوعى تحتر 19 هو لسه بيقولك ناقص 6 يبقى 19 ناقص 6 يعني بيساوي 13 وبالتالي الجواب الصح هنا والجواب با من الاسئلة ايضا المهم يا شباب انه يجيب لك سؤال على معادلة المستقيم بس هنا سيادتك لازم تكون عارف ايه هي معادلة المستقيم اصلا النص المشهور جدا اللي احنا اتفقنا انك تعرفه 100% صد بيساوي ميم سين زائد با ده طبعا يا شباب لما تقرأ في السؤال كلمة معادلة المستقيم تقيم المرة بالنقطة واحد واثنين واميلو بيساوي 3 واحد واثنين دي يا شباب هي سين وصاد والميل بيساوي 3 يعني الميم بيساوي 3 والله هنعود تعويض عادي جدا في المسألة دي عشان نحصل على باق ولما تجيب الباق يا شباب هتلاقي المعادلة طلعت مباشرة معاك على طول شيل كل حاجة وحط قيمتها تعويض مباشر يا شباب السين عندك بواحد شيل السين وحط واحد وشيل الصاد وحط 2 والميم وحط 3 إذن هنا صاد يا شباب حشيله وحط 2 يبقى دي 2 تساوي الميل عندك يساوي 3 دي 3 ضرب السين عندك اللي هي واحد زائد الباق اللي احنا مش عارفينها أصبحت مسألتنا يا شباب 3 ضرب 1 يعني 3 زائد باق بيساوي 2 أصبحت كده الباق بكم 3 نقص 1 يساوي 2 يعني الباق بسالب واحد جبنا يا شباب الباق بسالب واحد وعندك الميل يا أستاذ بتلاتة خلص كده أستاذ المعادلة بتاعتي جاهزة أشيل الميل واكتب بداله 3 واشيل الباق واكتب بدالها سالب واحد يبقى أصبحت مسألة نصاد بيساوي 3 سين نقص واحد إذن الجواب الصحي عندنا هو الجواب دال بعد كده شباب أوجد طول الكتعة المستقيمة ألف باق من أهم الأفكار اللي أكيد هتجيلك في نافس نظرية في ساغورس واحدة من أهم النظريات في تاريخ الهندسة كلها في ساغورس ده جلك إيه؟ جلك المثلث القائم فيه 3 أضلاع اديني يا عم دلعين وأنا جيب لك الدلع الثالث عندي في ساغورس في المثلث اللي قدامنا ده شباب هنا 5 وهنا 12 وإنت عاوز الضلع الثالث ده فهتعمل إيه في ساغورس جلك ربع الأضلاع واجمعهم يعني هتقول 12 تربيع زائد 5 تربيع 12 تربيع يعني 144 زائد 5 تربيع يعني 25 إجمع يديلك 169 باك عشان تحصل على ألف باق طبعا اللي احنا جبنا ده شباب ألف باق تربيع طب احنا عايزين الألف باق يا أستاذ خد بجا جزر 169 يطلع بك يا شباب ب13 يبقى الجواب الصح هنا ده برضو من الأفكار اللي تأكد اني هيجيلك منها في الاختبار اختبار مسألة على المساحات المركبة إيه يا المساحات المركبة يا شباب مسألة تكون زي المرسومة قدامك دي وانت مضطر تقسمها إلى شكلين ينفع تتعامل معهم فلو هنا جيت قسمت الشكل ده من هنا كده أصبح الشكل ده عبارة عن مستطيل ومسلس طب أحل إزاي مستر عندك هنا يا حبيبي المستطيل أهو هتجيب مساحته الأول الطول ضرب العرض يعني 7 ضرب 10 مهو ده مساحة المستطيل زي المسلس ده شباب القنون بتاعه نص القاعدة في الارتفاع قنون مساحة المسلس طب القاعدة أهيه كام يا شباب القاعدة دي 7 يا أستاذ طب الارتفاع اللي هو الحتة الصغيرة دي يا ده يا مستر مش ده كله 15 أيوة يا فندم كل ده 15 شلنا منه 10 هنا يتبقى كام يا شباب 5 يبقى الارتفاع بتاعنا 5 يبقى أصبحت المساحة هنا نص درب قاعدة المسلس اللي هي درب 7 درب الارتفاع اللي احنا جبناه دلوقتي اللي هو 5 5 ضرب 7 35 نص الخمسة وتلاتين انت عندك نص التلاتين خمستاشر ودي 35 نص الخمسة اتنين ونص يعني 17 ونص أصبحت مسألتنا 70 زائد 17 ونص اجمع بقى جمع عادي خلص النص ينزل 0 زائد 1 7 و 7 زائد 1 8 يعني 87 ونص آخر نوعين من الأفكار يا شباب لازم تكون مركز عليهم مساء المقاييس النزعة المركزية اللي هي مقاييس النزعة المركزية دي الوسيط والمتوسط والمنوال دول يا شباب من أشهر الحاجات اللي ممكن يسألك عنهم زي المسألة اللي قدامنا دي بقولك قيمة الوسيط للبيانات دي بيساوي ايه نفتكر مع بعض كده الوسيط ده عشان تطلعه هترتب البيانات وبعدين تختار القيمة اللي في النص رتب من الصغير للكبير أو من الكبير للصغير براحتك رتب معايا كده أصغر عدد عندنا هو الاربعة بعد كده السبعة وبعد كده التمانية أشطب يا شباب اللي ترتبوا اشطبوا بعد كده عندك عشرة وبعدين 13 وبعدين 14 كده أشيل بقى واحد من الأول واحد من الآخر واحد من الأول واحد من الآخر يتبقى رقمين يا أستاذ فين الوسيط هنا اجمع الرقمين دول وقسم على 2 8 زياد عشرة 18 تقسيم 2 9 يبقى الوسيط هنا يسوي 9 آخر فكرة معنا يا شباب هي فكرة الاحتمالات ودايما الاحتمالات الأشهر اللي ممكن يسألك عنها هي احتمالات مكعب الأرقام وقطعة النقود زي السؤال اللي قدامنا ده بيقولك عند إلقاء قطعة نقود ورمي مكعب أرقام فما احتمال ظهور كتابة مع العدد 3 دي يا شباب بالنسبة لنا لازم تحسب كل احتمال فيهم لوحدهم فالاحتمال الأول اللي هو ظهور كتابة احنا عندنا قطعة النقود لها وجهين الكتابة منهم موجودة مرة واحدة يبقى احتمالها 1 على 2 لأن احنا زي ما قلنا لنا وجهين والكتابة موجودة مرة واحدة ضرب احتمال الحصول على عدد 3 فيه كم عدد اسمه 3 في مكعب الأرقام عدد واحد بس يعني واحد من 6 أوجه اللي هي لمكعب الأرقام اضرب بقى 1 ضرب 1 يسوى 1 وتنين ضرب 6 يسوى 12 إذن اللي جابة عندنا بقى 1 على 12 في نهاية الفيديو يا شباب أتمنى تكونوا استفدتم منه ما تنساش بقى تعمل لنا لايك واشتراك للقناة